طوال ليلة كاملة تحاول فرق الإطفاء إخماد هذا الحارق الناجم عن قصف روسي لمستودع بريد في أوديسا مخلفاً عدداً من الجرحى وضمار اللبنان تحتية بالمدينة وفق ما أفادت به هيئة الطوارئ الأوكرانية ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود للقصف الروسي فأوديسا التي تكتسي أهمية كبرى لصادرة الأوكرانية باتت منذ الغزو الروسي بنك أهداف لمسيرات وصواريخ موسكو وفي مقاطعة دونيتسك تعلن القوات الروسية في بيان سيطرتها على بلدة بريديتش الواقعة شرقي أوكرانيا التي تعد مركز إمداد رئيسياً للجيش الأوكراني تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا يأتي بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية تسلم كييف شحنة صواريخ تكتيكيا من واشنطن الشهر الماضي توتر آخر قد يزيد من تعقيد الوضع ميدانياً ويتعلق باتهامة أمريكية للجيش الروسي باستخدام سلاح كيميائي في تفاصيل الاتهام أقدم الروس على استخدام مادة الكلوروبيكرين وقنابل الغاز المخصصة لمكافحة الشغب في مواجهة الجيش الأوكراني وهو ما يعد انتهاكاً لمعاهدة حضر استخدام الأسلحة الكيميائية يقول بيان الخارجية الأمريكية الاتهام الأمريكي لا أساس له يقول الكريملين على لسان المتحدث باسمه نافياً انتهاك موسكو الحضر الدولي على الأسلحة الكيميائية ارتفاع حدة التصعيد الميداني في حرب أوكرانيا بالموازات مع تسلم كييف مزيداً من الدعم العسكري الغربي يقابله حشد روسيا لقوات إضافية بزيادة حجم ونوعية الأسلحة المقدمة لها تطورات من شأنها إغلاق أفق التوصل إلى أي تسوية للصراع على المدى القريب